اشتركوا في القناة راح ان شاء الله شوفكم الطريقة شون نسويها نفتح جوجل نذهب للحساب مالتنا هذي نختار منها المربعات درايف راح يقلنا الى جوجل درايف هذا هو الجوجل درايف الخاص بنا طبعا اللغمات العربية ناخنا نختارينها نضغط على جديد المزيد نماذج جوجل حتى نسوي اختبار جديد نضطع عنوان مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة نضطع عنوان هنا خلينا عنوان رئيسي وهذا هو العنوان وخلينا وصف الامتحان مالنا راح نجي نسوي اسئلة السؤال الاول هو الاسم الثلاثي نخلي مطلوب اجابة قصيرة ما علي درجات هذا نسوي السؤال اخر الشعبة نسويها على شكل خيارات متعددة خيار الاول الشعبة الاولى الخيار الثاني الشعبة الثانية وهكذا هذا نخلي مطلوب ونطي سؤال اخر راح نطي هنا سؤال اي سؤال كتبنا سؤال واحد من الاسئلة هنا يخلي خيارات متعددة اكتبنا نموذج من السؤال وهذا السؤال مطلوب خيارات متعددة نسوي سؤال اخر اخلي مطلوب هذا عندنا سونا سؤال وهذا السؤال خيارات عشوائية ايضا تتغير هذا ايضا الخيارات تكون عشوائية نتجي كل واحد شكل كمنا نموذج 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 بسيط من الاسئلة وسمينا نجي على الاعدادات جمع العناوين حتى نخلي البريد الالكتروني مالته تقيد بيرد ننخليها هنا نخلي اختبار في وقت لاحق نشيل هذه الخيارات كل الخيارات نشيلها ونسوي الاحفظ الان سونا نموذج من الاسئلة نروح للموقع مالته هذا هو موقع الاضافة هنا يسوي حساب الحساب شخصي في التعليم وتختار له هنا باسورد اي باسورد لازم واحد يكون من عندهم حرف كبير تمت هنا اكثر من ثمانة ارقام وارقام وحروف ونقول له سايف سايف يور اكاونت صار عندنا صار عندنا حساب هنا هيا وين نروح يقول لك جو تو يور جوجل فورم وين نرجع نرجع للجوجل راح نجي هنا على النقاط هاي ثلاثة ونجي على الاضافات نضغط على الاضافات راح تطلع عنا عدة اضافات نبحث عن الاضافة مالتنا هاي الاضافة مالتنا واللي هي فاي مي فاي مي هذا الاضافة نضغط عليها ظهرت ان هنا الاضافة هنا طبعا البحث بالاضافات نضغط هنا الاضافة نضغط عليها راح نقول تثبيت وتابعة راح يطلب اذن بالدخول نقول له اختار الحساب مالتنا ونقول له سماح التالي هنا يقول لك وين تلقاها تم اذن نغلق الاضافات سوي ريفرش للنموذج لاحظ هاي الاضافات تم الاضافة هنا هاي الاضافة اللي موجودة طبعا واحنا سوينا حساب هاي الاضافة نضغط هنا نضيفها للنموذج نضغط عليها سوي نضغط هنا نضغط هنا انابل لهذا النموذج نغلق هذي نذهب الى الموقع مالتنا نضغط هنا هنا sign sign with google نختار الحساب احنا سوينا حساب هناك سوينا حساب بها نقول هنا great test هنا اه نكتب هنا كل الايميلات الموجودة مالتنا مال الطلب اللي يمتحنون وتقدر انت تاخذ قائمة من الايميلات سوي قائمة بالايميلات وتجيبها وتلسقها هناك مثلا احنا راح نكتب هذا نكتب الايميل مالتنا هنا الايميل اللي يريد اندزله هنا يغلق النموذج الاختبار بعد انا يخلاص الوقت طبعا به هنا يهد تايمر بس هذا مدفوع ممكن تفعل الكاميرا حتى تشوف اللي يمتحن هاي كلش مهمة لكن هذي بمبالغ مقابل مبلغ تضغط هناك وتختار اللي انت تريده طبعا هذا ممكن 6 دولارات بالشهر ممكن داعش بها امكانيات موجودة نخلي له اوتو وتقول له كريات بهذا الشكل الرسل بنايا يطلع لك رابط ممكن الدزاء بعد ما كملنا الاختبار وربطنا الادات واختارينا الوقت وحددنا نقول له نختار له هذا البريدي اللي احنا كتبناه نقول له next الرسالة نريد نكتب له رسالة ارسل الاختبار وين رح نشوفه نجي للبريد مالتنا هذا البريد اللي احنا كتبه ارسلنا له هذه الرسالة نفتحها فتحنا الرسالة هذه الرسالة اللي دزلناه او نكتب له هنايا ايش يتعلق هذا امتحان كذا نقول له open the form رح يفتحنا الفورم الوقت عشر دقائق يقول لك نايا open the form ويبدى الوقت يعد لاحظ لاحظ طبعا بعد ما استلمنا انه مذدمج الاسم ارسلنا النتيجة والوقت اللي موجود thank you ارسلنا الرسالة او اركملنا الامتحان ضمن الوقت المحدد نايا رح نبعث الرسالة الى ايميل اخر ونشوف نايا سوينا نموذج اخر وراح نرسل النموذج مرة ثانية الى شخص اخر رح ننزه حتى نشوف انه الطالب اذا نقول له send راح نايا نفتح الاميل مالته نفتح الرسالة لاحظ هذا طالب اخر نقول له open the form open the form راح هنا ما راح نلحق نجاوب على السؤال نشوف شون اللي راح يصير لاحظ انه قبل انتهي الامتحان بثواني يطيك تنبيه احمر لازم ترسل النموذج خلال هذا الوقت لاحظ هنا الوقت راح ينفذ من الطالب رأسا طلعت انه انه انتهى الوقت وما قدر تتجاوب بهذه النتيجة انه الطالب يقدر يحافظ على الوقت مالته وينتبه على الوقت مالته عنده الاجابة على الاسئلة مالته وشكرا لكم